فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كافرنا على علماء هذه البلد غيرها من علماء المسلمين المعرفين ومشهد لهم بالعلم لكن في السنوات الماضيات قد ابتلينا ابتلاء عظيما ابتلينا بفرقة وتسمى نفسها السلفية أعوذ بالله وهي معروفة لدانا باسم الجامعة المدخلية أو جماعة الجرح والتعديل فقد عنينا الأمرين من هذه الفرقة قد جرحوا العلماء علنية لا حاولها لا قوة إلا بالله السؤال هل هؤلاء سلفية ومواجبنا نحوهم يعني إن تمسكوا بالكتاب والسنة وأخذوا باعتقاد السلف فهم سلفية لأن السلفية منهج ليس كلاما وإن غلوا في الجرح والتعديل وأسقطوا الناس من العلماء فوجب الأمر بالمعروف نهر منكر لابد من نهيهم عن ذلك والإنكار عليهم ولابد من نصحهم وأيضا الأغذي بأيديهم إلى طريق الجادة والسير على السوية وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله وأيضا هناك بدعة قد تكون في الصغار من هؤلاء من الذين يسرون على هذا المنهج أنهم يأخذون الناس باللازم وهذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة أغذي الناس والحكم على الناس باللازم هذا من فعل المعتزلة من فعل أهل البدعة والضلالة كما قال من تمية وغيره الحكم على الناس بالظنة بالظنة وأيضا امتحان الناس بشخص هذا من فعل المعتزلة من فعل أهل البدعة والضلالة نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نسأل الله على السلامة والستر نسأل الله أن يهدينا وهدي إخواننا وهدي الجميع إلى الجادة وإلى طريق السنة وإلى إعلاء السنة وإلى التمسك بالسنة يا الله بستطعاتي أن أسر هذا الموضوع على الهواء مباشرة لكن تحرزا من ذكر الأسماء صحيح فعلى ذلك كان النبي الكريم يعرض وليصرح لنا فيه مؤسوة وكذلك الحفز المكانة العالم طيب أكمل السؤال أم الأبرار هذا مؤدب مهزب وظاهر أنه رجل صاحب سنة أكمل السؤال الحفز المكانة العالم فيه فيه إيش أكمل السؤال لكن تحرزا من ذكر الأسماء فعلى ذلك كان نسألهم نعم في الدين العالم العالم في الدين فهذا مقصد عظيم في الشريع الله هو أكبر فما أردت أن أقع فيما أقع فيه الله أكبر ورب دخل نقي أعظام كلامه وهذا الذي أعيش به ورب الأزة ما أستطيع أتكلم في أحد كائنا من كان أنا أحاول تطح المنهج النهج الذي انتهجه الشخص بعينه وإسقاط ما قاله تلامة مخالفة للشريعة لكن العالم أبدا 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 أتعدي عليه جناية جناية أعلم الله بها الله أمين الله أمين الله أمين الحق أن أقول بأن التجرع على أعراض العلماء مصيبة ليست بعدها مصيبة وقد أصيبت به هذه أمة فتنة من الفتن وبلاء من البلاء وهذا يعتبر من البلاءات العظيمة التي ابتلى الله بها هذه الأمة اختبارا ليمحص الله جل فعلا وأيضا ليمكن إخراج ما كان مكنونا في القلب لأن الله تعالى يميز الخبيث من الطيب ولأن الله تعالى يعلم من صدقه ممن نافقه ولكنه قال وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فالحق الذي أراد الله جل فعلا ورفع راية الإخلاص لنصرة هذه الأمة لا يتبع هواه ولا يمكن الهوى من قلبه وتراه ورعا تقيا نقيا محافظا على الأعراض ليس مريدا إلا لنصرة الدين حيث ما كان الدين كان هو في المقدمة في المقدمة في الساقة في الساقة في القلب في القلب في الميمنة في الميسرة المهم أن الراية ترفع وهذا الذي حدث مع الصحابي الجليل يوم مؤتى عندما قالوا له أنت بدري بعدما قتل الثلاثة فأخذ الراية استلمها لأنه كان بدريا استلمها فذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه قال خذ قال أنت بدري وهو كان أسلم حديثا قال والله ما أخذتها إلا لك يعلم كيف توضع المهم أن الراية تكون مرفوعة ليست الأهمية من الذي يرفعها فالحق أن التجرع على أعراض العلماء وإسقاط العلماء إسقاط للشريعة وفي صد عن سبيل الله وفي محاربة مبطنة لله جل في علاه زعموا نصرة الدين ونصرة الله فحاربوا فالحق أننا نقول أن الغلو في كل شيء مزموم والجفو في كل شيء مزموم والتوسط بالاعتدال هو المطلوب عند الله جل في علاه حتى ولو قلنا بأن هذا الرأس يعني أن هذا العلم لم ينتهي وأن هذا العلم ما زال موجودا بيننا وأنه لا بد من الغربلة ولا بد من معرفة المبتدع من السن لا بد من معرفة من الذي يتمسك بالكتاب والسنة ويحرص عليه من الذي يعني يتلون ويبتدع في دين الله جل في علاه هذا مطلوب جدا لأن البدعة هدامة للدين والسنة تقام بنشرها أو بالتمسك بها وبتعليم الناس لكن الخلط بين الأمرين والشعر الدقيقة التي لم تسل هذه التي تكون قاصمة للظهر يعني أرادوا أرادوا تبديعا وليست البدعة منصقة بمن بدعوه أرادوا أرادوا تفسيقا وليس الفسق منصقا بمن فسقوه وأيضا نحن نقول نفرق تفريقا عظيما على اعتقاد أهل السنة الجماعة بين النوع والعين قد يقع المرء في البدعة وهو ليس مريدا لها متأولا وقد أخطأ متأولا وقد أخطأ فينظر في سيرتي وينظر في سريتي وينظر في ديانتي وينظر في عمره الذي عاشه هل نرسل للدين هل نشر للسنة أم محاربة للسنة فيعرف المرء بذلك فتكون هذه الزلة من الزلات التي تطوى ولا تروى الساقا به بل تروى لتفنيدها وبيان بطلانها وإسقاطها ولكن الشخص نفسه يحمل فقر رأسي عالما نحريرا عالما طيبا عالما مجدا من أجل نصر الدين الليلة لفعلها فلابد أن نفهم الفارق والبن الشاسع وفق الوسع بين صاحب البدعة والمؤسس لها وبين من وقع فيها تأويلا فارق بعيد فارق بعيد وأيضا لنا آداب من الآداب التي يستعمل فيها أو التعامل مع من وقع متأولا في هذا أو كان قد وقع في بدعة وهو ينفر من البدعة لكنه حسب أنه على سنة يا أبا عبد الرحمن والذي يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير هو قال وكم من مريد للخير لم يبلغهم هذه صنعة التعامل مع الناس ما يمكن أن نقول بأننا يعني نسقط الجميع ونقول هذا مبتدع هذا مبتدع أين البدعة وأنا قلت قبل ذلك قد التف حولي كثير وقالوا لي بدع كذا وهو شيخ من شيخي الأجلاء الذي اعتز بهم قلت لهم أنا معكم أنا أحارب البدعة معكم اتوني ببدعته قالوا كذا قلت الرجل ما قال بها وهو أنكرها أنكرها علنا قالوا لي لا في المجالس الخاصة أتكلم بها إذن أنت تستخدم الجنون من أين أتأيت قلت له أنت شوف أنت في أي بلد هو في أي بلد كيف عرفت أنه في المجالس الخاصة أتكلم بها أكنت متجسسا طب أنت أفسق الناس إن كنت متجسسا أرأيتم حزيفة عندما قال الرجل لما قال له أنه اطلع على كوة لرجل إن كان أشرب الخمر حتى يتأكد فيبلغ عنه الشرطة نمع لعلمه ذلك فقال له يا بني ما أنت فيه أنكر مما كان هو فيه هو أشرب الخمر ده منكر وكبير التجسس الذي أنت فيه أنكر من هذا المنكر الذي كان فيه فإن كان إن كنت تتجسس فقد سقطت عندنا ولا يصح أن ترتفع في منزلة الجرح والتعديل وإن كنت لست متجسسا أتستخدم الجن استخدام الجن شرك استخدام الجن شرك فوقعت في الشرك شوف المصائب اللي هو بيقع فيها فوقعت في الشرك أو أنت كذب فالكذب من صفات المنافقين سقطت أيضا إذن أنت أنت أبديت لنا ما يسقطك نحن لا نأخذ الناس بالظنة ولا نحكم على الناس باللوازم وواجب علينا أن نكون رحمة للناس على الناس لا عذابا واجب علينا أن نكون رحمة للناس لا عذابا فإذن هنا أولا كما قلت لابد من معرفة الشعر بين الحق والباطل ولا بد من تفريق بين البون الشاسع والفق الواسع بين المبتدع المؤسس لبدعاته وبين من تأول والأمر الآخر نضعك أنت أيها المجرح والمعدل في الميزان علماءنا كما سرد ذهب من المتأخرين وضعوا شروطا وهذه الشروط مضيقة ضد أو ضيقة ضدا شروطا عظيمة للذي تصدر للجح والتعديل فننظر أنتبقت فيك الشروط وانتبق الوصف اللي نأخذ منك أم كنت يعني لابسا ثوبا أوسع منك سيسقط سيسقط وتظهر على حقيقتك اتقوا الله اتقوا الله في دين الله اتقوا الله في أمة محمد اتقوا الله في علماء الأمة إسقاطهم ليس بالهي إسقاطهم محاربة لله إسقاطهم إسقاطا للشريعة إسقاطهم فيه ما فيه من تمكين أهل الكفر وأهل النفاق وأهل البدعة على أهل الإسلام اتقوا الله ربكم توقون نجاتهم العلماء فلا يجرح فيهم إلا مجرح إلا إذا كما قلنا كان مبتدعا مؤصلا للبدعة هذا أمر آخر واجب محاربة لنصر الدين الله ولنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله محفظنا الله محفظنا الله محفظنا ونسأل الله أن يحفظ أن سنتنا عن العلماء لحوم العلماء مسمومة وآيات الله في منتقصين معلومة إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب الديك لأنه فقط يوقذ الناس من أجل الفجر فكيف بمن يدل القلوب على توحيد الرب جل في علاه مسألة أخطر مما تكون مسألة أخطر مما تكون وانظر من نبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن الجمل القصواء عندما قالوا خلقة القصواء قال ليس لها هذا بخلق حبسها ما حبس الفيل ليس لها بخلق شوف النبل 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 يدافع عن عرض البعير وأنا دائما كنت أتمثل بكلام ابن السبكي عندما قال مرة كان مع أبيه مرة فقال مر يا كلب يا ابن الكلب أبوه نظر إليه شزرا نظر إليه منكراً فالولد أراد تبرير ما قال قال يا أبتي ليس كلباً ابن كلب هو ابن هرة ولا ابن جربوع هو ابن كلب فنظر إليه أبوه ليعلمه فقال له شريطة عدم التنقيص نعم أنت وصفت بأنه ابن كلب شريطة أنك لا تقود بذلك تنقيصاً للقدر أرأيت أرأيت ولذلك علمانا لما قالوا بأن الغيبة أن الغيبة فيها استثناءات للتعريف قلنا للتعريف لا للتنقيص عندما يقول الأعمش لا يقول الأعمش للتنقيص وعندما يقول الأعرج لا يقول الأعرج للإستهزاء طال للتعريف لأنه لم يعرف بين المحدثين إلا بمثل هذا فحتى لا نعم عليهم في الإسناد قلنا بالتعريف والشرع الاستثناء دون شريطة عدم التنقيص لذلك تشوف لما أراد البخاري نصرة الدين كان إيش اللي بيقوله يخشى من الغيبة يخشى من التوسع يقول سكتوا عنهم أو إسقاط للراوي سكتوا عنهم أقصى ما كان يقول منكر الحديث يخشى يخشى على نفسه لأنه مسؤول المسألة لا تستطيع هنا لا أن تترد تأخذ امرأة أخرى اسكت ولا تقول لأحد وتسرد وتتكلم وتقضح في العرض ولو كان حقا فهي مغلة مغلة في الغيبة مغلة في أكل لحمة العالم مغلة في السقوط ومن ابتله الله بذلك فله الخزي دكتور من الجلطرة كلمني وكان يعيش مع القوم يعني حياة طويلة طبعا نتكلم على العلماء من كل من كل المجالات من علماء العلماء الجرح والتعديل لا أتكلم عن سرسرة الصغار كلما أتوا به موافق الكتاب والسنة فوق الرأس يأخذ وحبا وكراما جرحا وتعديلا لكن لكن إن كان بهذه السرسرة فلا يقبل هذا مخالف لشرع الله لفعلها مخالف للديانة مخالف للديانة والصيانة قلت له قلت له ألا يكف القوم حتى لا يهلكوا قال أتستطيع أن تكف نساء عن السرسرة وأعتزل للنساء قال أتستطيع أن تكف نساء عن السرسرة قلت له الموت دون ذلك قال فوق ذلك إن استطعت أن تكف هؤلاء عما أفعله فالله المستعان إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا